اشتركوا في القناة ما بعرف يعني ماديا اكلينا اكتصاديا اكلينا ما بعرف عم نضحك يمكن من لأنه ما بقلناش لدي نبكي صراحة وطيروا يضحكوا بذوحا منها مية بالمية دكتور شماس اليوم أول سؤال يمكن منطرحه بين بعض يمكن الناس اللي ما بتعرف بتصير قادة وعم تفكر انه شو وضع الدولار بالسوق السوداء كل مرة بتطلع نظريات راح يطير هلأ اليوم فحدا نقلل الدولار راح يطير بهاليومين نحن نطرين يطير الدولار بهاليومين تب شو منعمل هلأ الدولار بالأساس بيخضع لحركة السوق عرض وطلب باع عشرين هلأ اليوم العرض هو زيته ما عاد تغيير الطلب كمان صار مستقر خاصة بعد انفجار الفضيع اللي صار بالمرفع ياللي كان في كتير عالم كان عنده طلب على الدولار لانه عما تشتري المواد مش اللي حتى تقدر ترمم البيوت وهالدولار جزء منه استجاب السوق واللي كانوا عم بيته الشراء وكمان المقتربين اللي بره بعتوا لأهلهم من خلال الشركات التحويل الإلكتروني أنا أعتقد الطلب على الدولار هلأ صار تقريبا ثابت مع ما شوف في زيادة على الطلب ممكن يصير في زيادة على الطلب بس يستحقوا لقصات بالجامعات أو بالمدارس بالقصد الثاني أنا لص الأول ندفع هلأ ياللي ممكن يخلينا نفكر شو ياللي ممكن نقول ممكن نستشرف نستشرف حركة ذبذب بالدولار هي أنه يمكن حاكم مصرف لبنان قال أنه بده عما يفكر يرفع الدعم عن المواد ياللي عم بيدعمها مصرف لبنان ياللي هي الوقود فيول بنزين وياللي هي القمح وياللي هي الأدوية واهلة إذا تم رفع الدعم مش معناته أنه مصرف لبنان بده يفلط السوق بمعنى روحه جيبه مصاري من السوق واستورده بس معناته أنه الاحتياط ما بقى يقدر يغطي الاستيراد على 1507 ممكن نلاقي بعض الضغط على سوق الدولار بالارتفاع بس أنا ما بعرف على شو بيبني تفكيره الشخص مع احترامه يعني يقول بده يطير أو يغطي الدولار ما منقبها السهولة أنه يقدر يستشرف وخصوصا بمرحلة مثل لبنان كل يوم يومين في خبر وكل يوم يومين في في خضة خضة أو راحة معي يعني اليوم لدينا رئيس وزارة بغض النظر يسمع أستاذ واصف يحكي وكي يحكي عنه بره قبل ما نفوط على ستوديو تخلق نوع من أكسبكتيشن بالسوق بالسوق عمنا نحكي هل أكسبكتيشن بالسوق ممكن أن تخلق اتجاه بالصعود هذا حتى ممكن أن تخلق زبزبة وتلعب بالأسعار طبعا طبعا اليوم دكتور شماسل نحكي عن رفع الدعم بما أنك قلت هذه الجملة هذا الشي بيخلق زهر عند الناس نسي حركة الدولار طالع نازل ولكن الناس رح تعيش رعب أنه تبقى دي أنا بدي أدفع يعني هولي قصص أساسية أنا بحاجة إلهم كل يوم بحياتي أنا وين رايحها سؤال بمحله أنا برأيي أنا برأيي عملية رفع الدعم ما رح تتم يعني لن يرفع الدعم قد يتم تغيير نوع الدعم يعني إذا نحنا اليوم إلنا عم نجيب فيول على 1507 طيب منقدر نعمل كوتا معينة لا إيمة الفيول العلاقة بقديش نحنا منستورد وقدي نحنا منصدر ونقول الفرق مشان ما نأثر كتير على الاحتياط ما بدي فزلك الأمور كتير بس إذا أنا عندي اليوم بمصرف لبنان احتياط قد ما كان ما منعرف بالفعل قدي نسبه 17 مليار دولار يمكن ما استعمل الدعم كامل لأن نجيب استعمل نص الدعم بدي نعمل فورمولة هلأ ما بيمنع أنه متما حظت فضلت وقلت بلدان العالم شو عملت يعني واحد يتطلع ببلاد برا شو بيصير عندما يرفع الدعم عن أي مادة أولية يستهلك المواطن أولى لمعيشته اليومية لا يرفع الدعم بهاليودتي بهالعري الفظيع أنه اليوم في دعم بكرة ما في دعم أولا بتصير بشكل تدريجي ما بعرف بلبنان إذا هالشي راح يعملو بس نين هو الأهم أكيد الدولة والحكومة بالأخص المدعية مدعوة إلى أن تخلق نوع دعم لبعض الشرائح بالمجتمع يلي بالفعل إذا رفع الدعم عنها قد لا يكون لها وصول لها المادة هي نوع من الدواء معين مثلا هيدا ما ممكن ينرفع الدعم ويقول طيب لكن هيدا شخطورة لحالة وشوفوا شون تكون طابلوا بس ما بعرف بلبنان دكتور شماس يعني نحنا كله وارد صراحة عنه بس أنا متفائل من ناحية أنا متفائل من ناحية أنه قد يكون عملية رفع الدعم أو قد يكون الكلام عن عملية رفع الدعم هي نوع من توطئة مقدبة لأنه ينقال تعاونا نشوف ونرجع نعمل ريفورد نعمل إصلاحات بالقطاع المصرفي والمالي في لبنان لأنه خلاص يعني ما بقى تحمل وصلتني عن النقطة الأساسية اليوم في عنا أربعة سعر صرف يعني ما بين 1507 3900 أو 850 وما بين سوق صودع تتحكم فينا طالع نازل اليوم اللبناني ضايع يعني هل ممكن نوصل نحنا لفورمولة واحدة نعرف سعر صرف واحد نمشي عليه نعرف حياتنا وذكرت ثلاثة اللي حذكر المشاهدين بالسعر الرابع هو سعر صرف الدولار بتشيك يعني نحنا بنسميه دولار كمان على اللي رقل لبناني أو على الدولار يلي كل يوم قاله تقريشي شكل طيب هل نقدر نوصل لسعر موحد طبعا نقدر نوصل لسعر موحد بس مش قبل ما يتثبت قانون الكابيتل كونترول شو يعني قانون الكابيتل كونترول يعني وقت يلي المودع في المصارف بيعرف انه مصرياته بالبنك يلي حتى طريقة وصوله لأله صارت منظمة متله متل اي مواطن تاني اللي عنده خمسين الف او خمسة من يوم وبيقدر يعرف كيف على هالاساس بنقدر كل ياتنا نعمل ما يسمى تخطيط انا اليوم عندي مصاري بالبنك بعرف انه هلأ سامحيلي بألفين دولار بالشهر بنزل بسحبهن على ثلاثة وتسعمية ما في ثلاثة وتو خمسين اوكي بنزل بسحبهن على ثلاثة وتسعمية ما بعرف بيزيدوا بنقصوا اذا ولادي برات لبنان عم بيتعلموا كيف بدي ابعتلون خليني بلش اسحب وخبي لحتى بكرة انزل اشتريلون بدي ابعتلون على الجامعة فيه نوع من عدم شفافية وعدم وضوح بالموضوع احد اهم وابرز المواضيع اللي ممكن ترد او تخفف من هالغموض هو انه ينعمل كابتل كنترول اللي قردي بلاشنا نحكي عنه ياللي صرنا 8-9 شهر ناطرين انه ينعملوا في شدو ترخي وفيه اسباب يعني فضيعة تقدمت جامعية المصارف كلاب كلاب بيجتمعوا فيه بياخدوا قرارات عن سوق بلبنان هذا الشي مرفوض كليا وهون انا بدعي من خلال كنا عم نحكي فيها مبارحة مع حضرتك انه ينعمل المجلس الاعلى النقدي في لبنان ما بيصير بيقرر الانترستريت ساعة حاكم مصر في لبنان او جمعية المصارف هيدا يضغط هيدا بده تجتمع العالم لتفهم بالموضوع فانا بعتقد من هون هالغموض ممكن جدا يخلص دكتور غسان شماس رح يكون فيه لنا لقاءات تانية رح نحكي لانه الموضوع على كل حال ما بيحمل لقاء واثنين دايما الاقتصاد هو أولوية للشعب اللبناني شكرا كتير لو جودك معنا تسمحي لي بتحيي